السلام عليكم وطلاله وإن شاء الله صلاحتكم إن شاء الله زينين إن شاء الله اليوم راح نبلش معكم الكيميا للفصل الدراسي الأول الكرس الأول المرحلة الخامسة والأخيرة إن شاء الله أول موضوع عدنا راح نبلش بالبرو دراجز تعرفون أكيد شنوات البرو دراجز ما خذي يقابلوا سامعين بي من أيام الفارما البرو دراجز هو عبارة عن فارموكولوجيكلي انكتف كومبونز تمام تدخل الجسم يصير الهكتيفاشن ياما باي كيميكال أو ميتابوليك مينز تمام؟ بلأصل إن أكتف لكن تدخل الجسم يصير الهكتيفاشن عن طريق أما ميتابوليك مينز يعني يعني عن طريق إنزايز من الكبات ستعرفون بي رامية وخمسين صلى ميتابوليك مفو دراجز وينطيني أكتف كونستيوان حتى يشتغل داخل الجسم أو باي كيميكال مينز يعني مثل كان يكون بريكاج أوف لينكيج معينة بين بين مثلا الأستر والكربوكسيلك هاي سيسمون كيميكال أو ميتابوليك مينز تعريف آخر كان تعريف القديم للبرو دراجز تعريف الحديث هو يقول بأنه هو عبارة عن دراجز دات وردزاين تريكوار باي كتيفاشن يعني هي أدوية صممت على مود يصيرها باي كتيفاشن اللي هو الميتابوليزم تمام؟ وهيسأل نفس السؤال ليش نستخدم برو دراجز؟ ليش ما نجيب الأكتيف دراجز وقبل يعني ننطي نسوي الادمينيستريشن للبايشن شمعنا ليش نجيب نصمم برو دراجز؟ لأنه إذا ننطينا الأكتيف دراجز ممكن حيخضع عليه فرست باس متابوليزم فرست باس متابوليزم بالتأي ما هستفاد من الدواء ماتي أصلا فقبل حيسلم متابوليزم تمام بدون ما يسلم تصاص زيان وكذلك أيضا بالنسبة للجي اي تي سايد افكت أيضا إذا أخذت اكتيف دراج قد يكون اكتيف دراج ماتي يساوي الريتيشن للسطوميك للسطوميك وال تمام؟ فهي أيضا يعني دس ادفانتج ما قدر استخدم اكتيف دراجز فإننا يعني اختراعنا البرو دراجز حتى نديني بها المشاكل البرو دراجز شنو فاته؟ الادفانتج ماته انه انه يقلل لي البين أسرح هنشوف بعدين ويغير لي ويحسن لي الابزوربشن والإلمنيشن الميتابوليزم والإلمنيشن والبيوترانسورميشن يعني يحسن لي بال اي دي ام اي نحن ماخذي ابزوربشن دستربيوشن متابوليزم انكسيكريشن تمام؟ حتى نجانب المشاكل اللي سبب لياها الاكتف دراجز لمن انطيه اورالي تمام؟ أو بارانتغي